السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بحضراتكم وحلقة جديدة نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن ولا أذكركم ونفسي بكثرة الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه السلام فبها نسعد بإذن الله تعال وسؤال طرح موضوع مهم جداً سؤال من صاحبة حساب أم التوأم بتقول ما هي أسباب ألم أسفل الظهر قبل الدورة بيومين طيب ده يخدنا لموضوع مهم جداً إزاي نفرق ما بين ألم الظهر اللي بيجي قبل الدورة الشهرية أو قبل الحيض أو قبل العادة الشهرية وما بين ألم الظهر اللي ممكن يكون أحد أعراض الحبيب الموضوع ده مهم جداً طيب نجاوب على أم التوأم ونعرف الفرق ما بين الألم ده والألم ده هو ليه بيحصل دورة شهرية أصلاً خليني أبعد عن سياق الحديث بطريقة علمية ونكلم عن بطانة رحم ونكلم عن كذا وكذا 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 ولكن خليني أقولها لكم عشان كل اللي بيسمعنا يفهم ببساطة شديدة هي ليه دورة شهرية بتحصل كل شهر جسمك جوه بيبني بيت على أمل أن يأتي نونه صغير يسكن البيت ده بيبني البيت بغض النظر عن أنه جاي أو مش جاي كل شهر بيحصل الموضوع ده فلما بيجي النونه يسكن بيحصل أن البيت ده بيفضل معاه تسع شهور طيب في حال أنه عمل البيت وبانى البيت ده وما حصلش أن النونه جي وسكن فيه إيه اللي بيحصل؟ بيضطر أنه يكسر البيت ده ويتخلص منه تكسير البيت ده والتخلص منه هو الدورة الشهرية بكلام بقى علمي بطانة الرحمة اللي تكونت استعداداً لاستقبال بوايدة مخصبة ما حصلش أن فيه بوايدة مخصبة فبدأت تنزل عن طريق المهبل في صورة دورة شهرية أو دم متكتل أو دم الحيض اللي أنتو عارفينه ده نتيجة أن ما حصلش تخصير طيب موضوع التكسير ده ده اللي بيسبب ألم الظهر آه هو ده اللي بيسبب ألم الظهر عملية الانقباضات طبيعي أنك تستشعر هذا الألم نتيجة تكسير البيت ونزوله وطبعاً ده بيبان في ألم الدورة الشهرية اللي بيكون ألم شديد جداً في الظهر طيب معنى كده أن الألم بتاع الدورة الشهرية بيكون شديد وبيبقى قبل نزول الدم بيبقى قبل نزول الدم وما لإيه هو سبب ألم الظهر اللي ممكن يحصل في أول الحمل ركزوا كويس جداً معي الدورة الشهرية ليها معاد هذا المعاد قبله ممكن لو ما حصلش فيه تخصيب البويضة وإن فيه نونه جاي هيحصل تكسير للبيت فيحصل ألم الظهر ده طيب لو حصل إن النونه جاي هل بديه إن إحنا نستشعر ألم؟ لا لأن ما حصلش تكسير طيب ممكن نستشعر الألم إمتى؟ بعد تخصيب البويضة انغراص البويضة في جدار الرحم ده اللي ممكن يتسبب في ألم الظهر بعد تخطي موعد الدورة الشهرية يمكن بعض الحوامل تبتدي تستشعر ألم في الظهر وده بيكون نتيجة زيادة هيرمون البريجسترون اللي بيخلي أربطة الجسم تبقى أضعف فبالتالي أي ألم ولو بسيط هتستشعر به فانغراص البويضة في جدار الرحم سيسبب ألم في الظهر ممكن تستشعر به في بداية الحمل طيب يبقى إيه الفرق؟ الفرق إن بداية الحمل بيكون ألم الظهر خفيف وممكن يزيد أما الألم بتاع دورة الشهرية بيكون شديد جداً وبييجي قبل موعد الدورة الشهرية اللي يفترض أنه يكون جاي عشر حفيف طيب نصيحة مهمة جداً جداً للي بتستشعر ألم في الظهر وعايزة تعرف أger حامل ولدا ألم بتاع الدورة الشهرية حل بسيط جداً هو الانتظار لموعد الدورة الشهرية لو تخطناه ولسه في ألم في الظهر وما نزلتش دورة الشهرية طيب هتقولولي لو نزلت نقطة واحدة لو نزلت نقطة واحدة وممكن تكون النقطة دي نقطة بسيطة جداً وممكن يكون لونها بني ساعات النقطة دي بتكون دم الحملة مش دم الدورة الشهرية ودي بتكون نتيجة انغراس البيضة هنقول ان ده حملة ونقطة الدم دي ده دم الحملة مش دم الدورة الشهرية كل اللي هنعمله هو الانتظار خمسة ايام بعد هذه الالام ولو ما نزلتش الدورة الشهرية ممكن نعمل اختبار حملة منزلة نتطمن اختبار الحملة المنزلة هل هيديني النتيجة مؤكدة هيديك نتيجة شبه مؤكدة ولكن النتيجة المؤكدة هتكون عن طريق تحليل الدم اللي هيبين فعلا نسب هيرمون الـ HCG اللي ممكن تكون ارتفعت نتيجة حدوث الحمل وده يكون الحل الأكيد للتأكد هل ألم الظهر ده جاي عشان يكون دورة شهرية ولا عشان يكون حمل اللي مستنيه حمل إن شاء الله يكون حمل بإذن الله طيب في بعض السيدات بيتسرعوا في إن هما ياخدوا مسكنات للألم غير مناسبة لفترة الحملة ظنن منهم إن دي إيه إن دي دورة شهرية زي اللي بتروح تجير على طول وتاخد إيه بروفين طيب البروفين مناسب للحمل؟ لا مش مناسب للحمل ممكن تكون واحدة حامل فعلا ويكون ده ألم من ألم الحمل بس قرص البروفين اللي حضرتك أخد ديه ممكن يعمل حاجة من الاثنين يعني يكون له تأثير أو ما يكون لهش تأثير خالص مفيش تشوهات في الشهر الأولاني عشان ما حدش يخاف أي واحدة أخد دواء غلط وبعدين اكتشفت إنها حامل ما تقلقش بس بعد ما تكتشف إن أنت حامل اوعي تاخدي أي دواء إلا باستشار الطبيعة ممكن تكوني حامل وأرسل بروفين ده يضيع لك الحمل بتاعك أرسل مسكن الغلط ده ممكن يضيع لك حمل نرجع تاني للنقطة ديه أي واحدة شكة إن ده يكون حمل مش دورة شهرية عليها أن تأخذ احتياطها الدواء المسكن الوحيد الآمن هو البراسيتامول فقط وده اللي هتلاقيه في الأبيمول فقط أو البنادول فقط مش بنادول إكسترا مش أبيمول إكسترا لأ أبيمول أو بنادول أو براسيتامول أو سيتال أو حاجات كتيرة جداً أو برامول اللي هي مادة البراسيتامول بدون إضافة أي حاجة تانية جانبية لهذا المسكن ده اللي تقدر تنفعي بنفسك لو حسب قلم احذري كويس جداً لما تكوني شكة إن ده حمل ولا مش حمل عشان لو كان حمل ما تقزيش نفسك لذلك اهتمي جداً باختيار مسكن آمن في الفترة دي لو كنت مستني حمل دلوقتي خلينا أقولكم على حاجة مهمة جداً داخل قناة رشدة هتلاقوا في مكتبة كبيرة جداً من الفيديوهات والمقاطع المرئية اللي اتكلمنا فيها عن صحة الحامل وصحة الجنين واتكلمنا كمان عن الأمهات الجدد وعن الأم المرضاعة وعن الأطفال حديث الولادة واتكلمنا كمان عن الأطفال الرضع ومشاكلهم والحاجات اللي ممكن تواجه الأم الجديدة مع طفلها الرضيع ساعات كتير جداً بيبقى عندكم تساؤل أو بعض التساؤلات والاستفسارات ممكن يكون جاوبنا عليها قبل كده في فيديو سابق أو أكثر من فيديو دلوقتي الحاجة المهمة اللي أنا عايز أقولها لكم إزاي أعرف أن تساؤل بتاعي ده موجود إجابته داخل إحدى فيديوهات قناة روشيتة خلينا أوريكم إزاي نبحث عن معلومة ونلاقي إجابتها جوه قناة روشيتة يلا بينا تستعمل تطبيق اليوتيوب فبمجرد ما نفتح التطبيق في فوق كده حاجة اسمها عدسة البحث بندوس على العدسة هتلاقي كلمة البحث في يوتيوب هنكتب كلمة روشيتة أول حاجة وبعد كده الحاجة اللي بتختار على بلنا وليكن مثلاً الحمل في الشهر الخامس مثلاً ونعمل بحث هنلاقي الفيديوهات اللي اتكلمنا فيها عن الشهر الخامس وعن موضوع متعلقة بالشهر الخامس أيضاً ويمكن كمان تلاقوا موضوعات أخرى مشابهة حول الشهر الخامس وما قبله وما بعد لو حضرتك بتستعمل جهاز كمبيوتر وبتستعمل المتصفح الجوجل فبمجرد ما نكتب برضو قناة روشيتة في محرك البحث وهنكتب بعديها الحاجة اللي احنا عايزينا زي مثلاً تسمم الحمل هندوس على البحث وبعد كده هنختار مش الكل هنختار الفيديو وهيزهر لنا الفيديوهات اللي اتكلمنا فيها عن تسمم الحمل ويممكن كمان حضرتك تدخل موقع اليوتيوب عن طريق ديسكتوب أو عن طريق جهاز الكمبيوتر وتكتب قناة روشيتة في محرك البحث اللي جوه موقع اليوتيوب وهنختار القناة نفسها وجوه القناة هنلاقي هنا حاجة اسمها بحث جوه قناة روشيتة هنكتب مثلاً كلف الحمل جوه القناة وهنعمل بحث هنلاقي ان جوه القناة ظهرت لنا الموضوعات اللي بتتكلم عن كلف الحمل والموضوعات الأخرى هكون سعيد جداً وممنون لو شرفتونا بالاشتراك في القناة وكمان القو نظرة على الفيديو السابق